مع ارتفاع معدلات الفقر في العراق تعلن الحكومة بين الحين والآخر عن إحصائيات تقول إنها لعائلات شملت ببرنامج الرعاية الصحية في محاولة لامتصاص غضب الشارع الذي يشك على الانفجار والخروج عن السيطرة وفقا لتصريحات ممثلة الأمم المتحدة جينيني بلاس خارت خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن ورغم هزلت المبالغ الممنوحة لتلك العائلات الفقيرة والتي تعادل نحو ثلاثة دولارات في اليوم فقط فإن التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام فرص العمل جعلت تلك المنحة المالية مجرد دعاية حكومية وبوابة للفساد الحكومي ومحاولة لتسجيل إنجاز مزيف وفقا لناشطين القادسية وهي ثاني أكثر محافظة على مؤشر ارتفاع نسب الفقر وتحديدا سكان قضاء عفك حيث صدمت مئات العائلات هناك والتي كانت تعول على إدراجها ضمن قوائم الرعاية الاجتماعية صدمت بأن ملفاتها قد ألقيت في مكبات النفايات فائلة قدمتها وإن لقيتها مشمور؟ مشمور بالزبالة هذا شاهد عيان لماذا تشمروا فائلات الناس بالقاع؟ ما تخافون الله تتم؟ لقيتها بالقاع لقيتها بالقاع ها ليش؟ ها ثاني مرة أخدمها وشمرونا لي ها سلمتها لهم سمروها بالقاع وإن فائلك عملي سلمتها؟ اي بالله سلمتها آن الله وكلها سلمتها وردوا عليه ذبوا بالجاعة معانات والله العظيم يعني تبكي على حال الناس والله ما معقولة ليصير بالعراقين كارثة يعني خبز العالم تأكل الهراتي متريد مئتين ما محصل الناس ما العوائل هاي شامرين هاي ما العوائل هاي يمطيهم فائلات من شباشي شمروين من شباشي الثاني ورغم مرور نحو عقدين من التغيير السياسي في العراق إلا أن أحزابه الحاكمة لا تجد حرجا أو غضاضا في استخدام الجوع كأداة للابتزاز والمساومات السياسية فيما بينها كما أن هذه الأحزاب والميليشيات لا تخجل من القاء مسؤولية فسادها وفشلها العام على ما تصفه بالمؤامرة الخارجية وأعداء المذهب والذين يمنعون أي عملية للبناء والتنمية في وسط وجنوب العراق كما يقول هادي العامري ومهدوري لم يسمحوا لنا لم يسمحوا لنا أن نقدم القدبة لهذه المحافظات لأننا أتباع حسين